بسم الله ما رأيك يونس؟ ما رأيك في تخطوخة الدفر؟ ما شاء الله ما شاء الله السلام عليكم مرحبا بكم عدلي سافر دولاتيو كافيك ناسي هاكي مراكو توفو اليوم حين عملو تخطوخة الدفر هنا نسحقو درت حوالي واحد قريب كيلو تحت شخشو تدفر در نسحقو الحم من الأحسن غنمي درت زوج فخاد تعالجاج درت حبة بصل زوج حبات عفوا تعالبصل مرحيين طوماتيش لحميصة طوماتيش تعالبواطا هنا درت فلفل حمار اللي هو العكري المصبر الملح فلفل الكحل والزيت نبدأو على بركة الله هنا كما يقولون الشرق صوبتها صوبتها بشوية ما خريطها تنشف درت شوية سمن في الكوكوطة التاعي الزيت الحم الجاج ووش عندكم توفر في الدار البصل الطوماتيش الملح الحمص اللي هي الحميصة ملح فلفل الكحل بعد ما تقلت تخيط خبيا مرقتها طوماتيش تعالبواطا عملت كلش في اللوول كما را كنتشوفو العكري وضعتها الطيب بعد ان نشفت تفور التفويره الولا كما لا كنت شوفوا عملت لها شوية زيت قبل ما نفورها وبعد ما بردت تفور التفويره التانية هنا بعد ما طاب الجاج التاعي نحيت الجاج وارميت حبه تعفل في الحار صدقوني ديك الريحات شاهيه 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 في الدار بعد ما فارت المرة التانية درت لها ترف زبدة ولا مغاقين وما نقعدوش غير نحركو فيها هنا حطيتها عمرتها يعني بالمرقى وحطيتها أبتف وخليتها تتجمر ما خلتها ما لكستها ما حتى حاجة هنا ايران درت البن درت اليوغت التركي بشوية ماء وشوية ملح وخبطتو مليح دلي واحد الرغوة ما شاء الله وهنا كيما لا كنت شوفوا تخجو اخت الدفر تحب الفلفل حار مقلي صدقوني جات على حبة جاتت شاهيه 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 وصفه سهله وبزاف ابنينا جربوها الناس لي متعقلهاش بزاف ناس ما يعرفوهاش كين دياللي لاي في الفيسبوك يقولوا لي ما نعقلوش تختوخ تدفر فلا اعملوها ودعيو النازيها بالصحة ونقول لكم شاهدكم في الجنة من المزيد من الوصفات سلام عليكم في أمان الله شكرا شكرا